بالفعل ومعزانة في بداية مدخلتي كانت تأصيلي وتوصيفي لهذا البلاغ لا يقبل الشك وبشكل مباشر أنا الحقيقة عندي ثلاثة ملاحظات كبرى ونحاول أني نمشي أكثر من البلاغ هذي ما ننجمش أن نسبق حسن النية في علاقة بالبلاغ هذي لأنه حبينا ولا كرهنا كون النواية وما سبقها من إجراءات ونزوع لتكميم الأفواه والمرسوم 54 وما جاء فيه من نزوع نحو قمع الحريات ونسفها من جمشي خليني نقرح حسن النية من البلاغ هذي اثنين كان جاءت فم إرادة إيجابية وشنو اللي يمنع النيابة العمومية أنها تثير قضايا ضد هالصفحات هذي ويتم إصدار تمت إثارة ببعات الجزائية نحكي مش طوى فيه هو البلاغ هذي يحكي لك قال لك راو تمت يعلم فينا قال رو تمت إثارة معناها كان ثم معناها أداء عادي وطبيعي للمرفق العام في إطار الحد من انتشار هكذا بذاءة وشائعات وهتك أعراض منتشرة في كل شبكات التواصل الاجتماعي وأصبح كثقافة منتشرة في المشتعة كان جاءت الإرادة معناها نسبقه حسنية ما تقتضيش هكذا اجتماع طوب بهذا الحجم في وقت كهكا وبالحدية هذي كنا عندنا رانا أشهر أو سنوات تم إثارة قضايا وتم إعلام الرأي العام بها بعد صدور أحكام في علاقة بالصفحات هذي والحد من تأثيرها على المستعمل لشبكة التواصل الاجتماعي لكن المشكلة أعمق من هكا معز المشكلة في السياق والمناخ السياسي القائم على التخوين يعني راهو اللي صاير هذا واللي منتشر على شبكات التواصل الاجتماعي راهو ما يشذش على المناخ اللي نعيشه في وقته المناخ العام والتخوين اللي تبنات عليه كل الفعل السياسي ولا الفعل العام بمختلف مجالاته أنا نحب نقول أنه راهو هدك الأعراض والتشويه وترويج الأخبار الزايفة راهو أصبح جزء من المناخ والثقافة في المجتمع التونسي هالعقلية والثقافة راهي للأسف روا في محطات سابقة ساهمت في تحديد مصير تونس في أكثر من محطة وراهو نبهو برشة فاعلين سياسيين في محطات سابقة ياولادي راهو ردوا بينكم راهي العاولمة وإن قدمت الرفاه والإيجابية راهو للأسف التكنولوجيا في سوء استعمالها وغياب أشكال الاستعمال الناجع راهي تنجم تفرس حاجات منها وعذية وراهو الردع والقمع مع عمرو ما يربكها وراهو عمار كاتسون كات نتذكروا لبروكسي قبل الثورة رانا كنا نحلوهم المواقع اللي كانت وزارة داخلهم سكرتهم دونك مش بالطريقة هذية رو طوي نجم ويدخلو لهم بروكسي جديد تاو الناس تنافيقي وتدخل هذا يفهم لبروكسي أكثر من قبل معناها معناها الناس تنجمت نافيقي وتدخل وتعمل كل أشكال الاطلاع والمشاركة في هكذا بذاءة وتنكيل بالأعراض وترويج أخبار زيفة من غير لا يعرفوا اللي هو بالأدريسي بيت تتهزوا للمكسيك ولا للنرويج دونك العقلية والثقافة والأسلوب متاع التعامل هذا اللي يهمني أنا رو يلزموا يتجاوز النزوع نحو القبضة الأمنية ومحاولة السيطرة واستعمال التشريعات الردعية كوسيلة لمعالجة هالبذاءة اللي أشرنا